وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السهر الرسمية وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 444 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 110 أطنان مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 43 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السهر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط قرابة 67 طن أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 703 قضايا من بينها 125 قضية خبز ناقص للوزن و120 قضية خبز غير مطابق للمواصفات